أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية القائمة النهائية لأسماء المكرمين في الحفل 31 لتكريم العمال المجدين والمنشآت المتميزة في القطاع الأهلي الذي سيقام برعاية ملكية سامية من قبل حضرة صاحب الجلالة عهل البلاد المفدة في العشرين من الشهر الجاري هذا الحفل السنوي شكل حفزا كبيرا للمنشآت المتفوقة في القطاع الخاص وللعاملين فيها لحثها على بذل المزيد من الجهود نحو تعزيز روح الإخلاص والعطاء والتميز في أداء العمل بمواقع الإنتاج المختلفة لمواصلة بناء مسيرة التنمية والنهضة الحضرية التي تشهدها مملكة البحرين أن يشار إلى التفاني في العمل ذلك خير فما بالك لو أتاك الحديث عن تكريم حسن الصنيع على مرأة من أعين الجميع فمن المؤكد أن يكون ذلك أعظم وأقوم فعلا قصص نجاحات أفرزتها العناصر التي جادت أيديها بالعمل المجد والجاد الذي عكس حرصها بأن تكون أنموذجا ومثالا للإنتاجية الفاعلة التي لا تهدأ وطيرة عملها قوة الفكرة التي استندت على قدسية المبدأ تتمحور حول تكريم المتفوقين من العمالة الوطنية ممن برزوا عبر نوافذ منشآت القطاع الأهلي خطوة من شأنها شحظ الهمم في نفس اللاعب الأبرز الذي تستند على قدراته العملية التنموية وزارة العمل له الحمد انتهت من مخاطبات أكثر من 1500 منشآة في القطاع الخاص حصلنا على أكثر من 600 من الردود قامت اللجنة بفرزها للحصول على ما هو 100 عامل من العمال المجدين وأكثر من 13 من الإداريين المتميزين وسوف يتم كذلك تكريم تقريبا أكثر من 11 منشآة حفل الاحتفاء بما يقدم عليه عمال الوطن المتواجدين بمختلف مواقع الإنتاج من إخلاص ملحوظ لمسيرة حياتهم العملية ما هو إلا طريقة مثلة يراد من خلالها رد الجميل بالجميل وأكثر مجرد العامل ينال شرف التكريم تحت رعاية سيدي جلالة الملك هذا أكبر إنجاز وأكبر حافظ له وأعتقد أن هذه الفعاليات أصبحت العمال يتسابقون لنال شرف التكريم فيها آلية ممنهجة ومحددة كانت قد اتبعتها اللجنة المعنية بانتقاء العمال المتفوقين ليكونوا ضمن الطاقات الوطنية التي تشغل الصفوف الأولى في التكريم منها سنين الخدمة منها التدريب اللي حصل عليها العامل استيازة وحصولها على شهادات تقديرية كذلك ملفة يكون نظيف من الحوادث علاقته بالزملاء في العمل الشهادات اللي نال لها يعني هذه دعم معايير أمام اللجنة وما تحيد عنها ولا فيها محابات لن يقف دوران عجلة التنمية ما دام النشاط الذي يسكن محركها في ازدياد وفي تصاعد دائم فبروز النتائج الإيجابية على مؤشرات النهوض الاقتصادي ما هو إلا دليل قاطع على صحة الجسد الذي يعطيه في ساحة التحفيز ينشط الإبداع ومكافأة روح التميز تأتي واجبة من باب التكريم الذي يستهدف اليد التي أعطت ولا زالت تنتج بلا كلل أو ملل من أجل إثبات ذاتها كشريك أساسي من الواجب الاعتماد عليه لتلفزيون البحرين محمد رشيدات